مع كل مستفزة والمستفزة للمسلمين حول العالم لم تكن عشوائية فيتحمل خططاً استراتيجية يعمل لتطبيقها فبعد أن غازل الناخبين المسلمين في انتخابات 2017 يكشف اليوم عن وجهه الحقيقي المعادي للإسلام بتأييده نشر الصور المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن بلاده لن تتخلى عنها ليست وحدها انتخابات 2022 ما يؤرق ماكرو فالإخفاقات العسكرية وبدبلوماسية في ليبيا واستعراض قوة فرنسا في شرق المتوسط وفي جنوب القوقاز فضلاً عن إخفاقه في إدارة ملف وباء كورونا أفقدت حاكم الإليزي برودة أعصابه مطلقاً تصريحاته غير المسؤولة وهذا ما قد يكون دفع بالرئيس التركي رجب طي بردوغان لدعوة ماكرون إلى إجراء اختبار بشأن قواه العقلية حرب الكراهية ضد الإسلام التي يسعى ماكرون إلى إشعالها تسببت حتى الآن في مزيد من الاعتداءات العنصرية على المسلمين لكنها في الوقت نفسه جعلت الشعوب المسلمة تستجمع قوها ولو في حرب اقتصادية تمثلت في مقاطعة كبيرة للمنتجات الفرنسية كان لها أثرها في استثمارات الشركات الفرنسية وسوق العمل وفي الناخبين أيضاً الأزمة التي تحدث عنها ماكرون أمام العالم في أن الإسلام يعيش في أزمة سرعان ما تحولت بعض المقاطعة للمنتجات الفرنسية إلى أزمة لدى فرنسا قال عنها ماكرون نفسه أوروبا تساندنا في أزمتنا في إشارة إلى آثار المقاطعة وكانت فرنسا قد دعت حكومات الدول الإسلامية إلى وقف دعوات مقاطعة سلعها وقالت خارجيتها إن الدعوات إلى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فوراً ماكرون وضع فرنسا وأوروبا في مواجهة جديدة مع العالم الإسلامي بحسب صحيفة الڭارديان ويبدو أن سلاح المقاطعة الذي استخدمته الشعوب العربية والإسلامية يؤتي أكله بعد أن تخلت أغلب حكومات تلك الدول عن الدفاع ولو بالكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم